والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أم أباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا دار قيف مع شبهة يروج لها عباد القبور وهي آية من كتاب الله عز وجل فهموها فهما خاطئا واستدلوا بهذه الآية على عدم وجود الشرك والمشركين في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآية من سورة فاطر قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الشبهة وين؟ عباد القبور بيقولوا إن الآية دي بتتكلم عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم وربنا قسموا الله ثلاثة ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات وانتوا بتقولوا إنه في قسم رابع ناس مشركين أو ناس بيقعوا في الشرك وينهم القسم الرابع ديه وينهم وضحت شبهة انتبهوا تماما يا أخوانا لأنه الكلام ده بروجه في المساجد وفي أماكن كثيرة جدا أولا نقول كون الآية بتتكلم عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام صحيح ما غلط وهذا كلام قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما نقل عنه ابن كثير عليه رحمة الله في التفسير وغير ابن كثير قال هذه الآية تتكلم عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده قالوا الشيخ السعدي برضو في التفسير قال هي هذه الأمة لكن انتبه إلى نقطة مهمة شديد إن الآية دي ما بتتكلم أصلا عن ناس بر التوحيد الناس اللي في الآية هنا كلهم في دائرة الإيمان كلهم الأصناف الثلاثة في دائرة الإيمان ما خرجوا من الإيمان إلى الشرك والكفر بأدلة كثيرة أولا ربنا قال ثم أورثنا الكتاب الكتاب قالوا هذا القرآن والعمل به الذين اصطفينا من عبادنا ولا يمكن أن يستفي الله المشركين لا يمكن أبدا إذا ما فيه ولا مشرك واحد في الآية دي بدليل آخر الآية البعدية البعدية طوالب في سورة فاتر ربنا قال جنات عدن يدخلونها ديل جنات الثلاثة أصنف جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاه ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكر الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ديل في الجنة هل في مشرك بغشة الجنة لا ربنا قال إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار فتفهم من خلال الأدل الذي إن الأصناف الثلاثة في دائرة الإيمان ما مرق أصلا للشرك بالله تبارك وتعالى الظالم لنفسه ده الصنف الأول ربنا قال فمنهم ظالم لنفسه وربنا ذكرهم بترتيب الأدنى فالذي بعده فالذي بعده يعني من تعد له فوق أولا ظالم لنفسه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال وهؤلاء يدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ديل أصحاب الذنوب وقد يصلوا لدرجة الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ذنوب وعندهم معاصي بل قد تصل لدرجة الكبائر ممكن يكون عندهم عقوق والدين ممكن يكون عندهم شرب الخمر ممكن يكون عندهم سرقة ممكن يكون عندهم زنة لكن دون شرك بالله تبارك وتعالى ديل تنالهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله تبارك وتعالى لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لأصحاب الكبائر من هذه الأمة لمن مات ولم يشرك بالله شيئا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كافر ما عنده شفاعة زي ما ربنا قال في سورة المدسر الله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما في مشرك عنده شفاعة طيب دي المؤمنين ونحن عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة إنه الإنسان ما بيكفر بالكبائر ولا بيكفر بالمعاصي ده اسمه مؤمن عاصي اسمه مؤمن شنو؟ عاصي ولو بلغ الكبائر دون الشرك اسمه مؤمن عاصي ده لسه في دائرة الإيمان ولسه دول كويس فيه خير ما مرك برا ما بيقى مشرك كويس؟ المقتصد ده لصنفة الثانية من هذه الأمة مقتصد ده بيعمل الفرايط اللّه فرضى عليه خمسة صلوات سيام رمضان الحج إن استطاع إليه سبيلة الزكاة لو كان عنده مال ويتماشي فرايط بس ما بيزيد على أي شي لا نوافل ولا أي حاجة فرايط بس ومحرمات ما بسويها زي ما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فرض الله علي من الصلوات قال خمس صلوات في كل يوم وليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع قال ومن الحج قال له الحج مر في العمر إن استطعت إليه سبيلة ورّه الفرايط فخرج الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص لا بزيد لا بنقص النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق أفلح إن صدق فذالي اسمهم المقتصدين ناس بيعملوا الفرايط حرام ما بسوه نوافل ما عندهم الدرجة الثالثة وديل أفضل ناس ونسأل الله يجعلنا من ديل وإنت تسعى بكل ما تملك من جوت إنك تكون من الصنفة الثالث ما تبقى ذول زي ما بيقولوا ذول كحيان قل له بالله كاخشيناه مولانا كاخشيناه ذاته يكون كويس إنت ما تبقى من أصحاب الفردوس تمالك همتك ضعيفة كذا ديل ربنا قال فمنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وديل الله أمرك تبقى من ديل ربنا قال فاستبقوا الخيرات كما في سورة المعيدة وربنا قال والسابقون السابقون أولئك المقربون تخليك دايما سباق في الخير خليك قدام ما تبقى وراء خليك دايما قدام ودي نصيحة للشباب يا أخوان الليلة حتى في بعض الشباب تلقى دايما بيحب يكون وراء بيحب دايما يكون وراء مان داريبقى قدام والله كان جوا صوفي في الحلة ساي يقعد يدق دقل المشايا أوه الحقون في صوفي جاء وجاء بشبهات إنت بدقوا لك متين إنت بز عمرك كله تدق فذي نصيحة تقبلوها أخوان فسولي يبقى سابق بالخيرات دايما بيعملوا الفريض وبيزيدوا عليه من النوافل ومن باقي أعمال الخير إذن يا صوفية التلات أصناف ما عندهم أي علاقة مع الشرك ولا عندهم علاقة مع الكفر دار تعرف المشركين يا تون ما ربنا بعد ما ذكر دايما ذا من مثان القرآن بعد ما ذكر دايما ورهاك المشركين ربنا قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل شكوء كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فذوقوا فما للظالمين فما للظالمين من نصير طيب هل الظالمين هنا يا هم هناك فمنهم ظالم لنفسي مستحيل داك ظلم براو وده ظلم براو لأنه ما كل الظلم كفر يا أخوان وما كل الظلم شرك ما كل الظلم بيصعب للكفر والشرك إذن الآيات دالي هم المشركين قال الله ذكرهم بعد المؤمنين طيب الصوفية قال الآيات دي فيها دليل أنه ما في شرك لا الأمة فيها شرك النبي سأسأل لما سبد عنه في البخاري إنه قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين قال ولا ما قال طيب هل كلام النبي سأسلم بعارض كلام الله أصلا ما في تعارض نهاي ما في قرآن بعارض سنة صحيحة والعكس ما في أصلا النبي سأسلم قال كذا يقوم يجي يقول لك النبي سأسلم برضو قال الشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة العرب أنت من جزيرة العرب أنت من الشيكينيبة من جزيرة العرب إيته لا 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 أنت قاعد في الشيكينيبة يقول لك وايسى الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب لكن ما آيسى أن يعبد في الشيكينيبة أهاتح الله كيف وفعلا عبد في الشيكينيبة وعبد في أمضاء ومبان عرفته فالشيطان أيس لكن المعناة الشرك ما فيه هو أيس براو لكن المعناة الشرك ما فيه لا فيه شرك الأمة دي فيه شرك كويس طيب بالواقع البصونتو يا صوفي هذا نسميشنو نسميشنو لما نواحد يقول ذراعي من فوق السماوات كلها قال لك كلها شأن ما تقول السماوات الأولى ولا الثاني لا لا بفوق للسابع كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي هذا نسميشنو لما نجيك واحد اسم الفرغلي يقول لك كنت أمشي بين يدي الله تحت الأرش فقال لي كذا وقلت له كذا في الطبقات ده نسميشنو لما نجي البرعي برعي الغوم يقول لك ألم ترى أن الله أيده لأحمد الطيب بن البشير بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلبه ده نسميشنو يا صوفي تعالوا سموا لينا الدون له اسم بعدان أنا باستغرب ليه يا صوفي بيزعل لما تقول في شرك ليه أنت عارف مرة فيه أستاذ في المدرسة أنا بضرب لك المثال ده شان تفهمه دخل الفصل هو بيعرف أنه فيه شباب بيسجروا في الفصل الجوا قال لهم أنا عارف أنه الفصل ده فيه أناس بتعين سجاير واحد قال لهم أستاذ والله ما فيه ولا واحد بيسجر ده أول ذول بيسجر في الفصل ده ذاته اللي احترد ده عرفت الحاسل؟ لا احترد لأنه زي ما بنقول في السودان الفي قلبه حرقص براه بيرقص عرفتها؟ براه بيرقص أنت ليه ما ترضى لما نقول في شرك يا صوفي الناس كلهم بيكونوا ساكتين لما تقول الشرك وأنه البلاد فيها شرك ونحذر الناس من الشرك كل الناس ساكتين اللي بيستحضر منه اللي بيستحضر الصوفي لماذا؟ ليه تستحضر إذا أنت أصلا قلبك ما فيه شرك وإنت لو ما مرضان ليه بتستحضر؟ هتخليك طبيعي زي باقي الناس لكن أنا ورعتك إنه الشرك موجود في أمة النبي عليه الصلاة والسلام أنت ما تنفي الشغلة أنت تقول في شرك لكن نحن ما منقع في الشرك أنت بتنفيها ليه؟ ليه بتنفي؟ في شرك أيوة في شرك لكن نحن ما منقع في الشرك كويس؟ أنت ما تنفي الواقع ما تنفيه شي واقع ما تنفيه ثبتوا بعد ذلك قل نحن ما منهم أو نحن ما بنقع لكن تجي تنفي شي واقع فتكل من ضلالة صوفية الشرك موجود بالدليل من القرآن الله قال وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ بالدليل من السنة ذكرنا لك الأحاديث بالدليل من الواقع ذكرنا لك الواقع والقباب والأضرحة وغيرة كل ذا من الشرك بالله تبارك وتعالى الواجب إنك ما تشرك ذا الواجب عليك تعبد الله تبارك وتعالى ولا تشرك بالله عز وجل شيئا لأنه ربنا قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا دي شبا حبيرا بيينة للناس شاما يجيك صوفية عملاق لأخبتها في الجامع ولا في الحلة ولا في أي مكان جزاكم الله خير بارك الله فيكم وأقدم المتحدث من بعد شيئا مزمد ترجمة نانسي قنقر